أصدر زعيم التيار الصدري عدة تعليمات تزامن مع استعدادات زيارة العاشر من محرم عاشراء في كربلاء وأنقل صالح محمد العراقي عن الصدري قوله إن المطلوب من أتباع التيار في زيارة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام لبس الأكفان وللرجال فقط والتزام الوقار والحزن الانضباط بالتنظيم مع التشديد على ضرورة التعاون مع القوات الأمنية والقائمين على الحرمين في كربلاء كما حسى الصدر أتباعه على الالتزام بالشعارات الحسينية وعدم رفع أي راية غير رايات أهل البيت عليهم السلام وعلم العراق وعدم الاحتكاك مع أي جهة كانت وحرم الاستعراضات العسكرية وحمل السلاح خلال الزيارة مؤكدا أن انضباط أتباع التيار يغض أعداء الإصلاح